السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي الأوفياء فيديو جديد ونهار جديد نتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن صحة وفي أحسن الأحوال واليوم كيفما تشوفوا الفيديو عن أميرات القصر الملكي وهن عرائس أميرات القصر الملكي صاحبات الضوغ الرفيع جمال ساحر ما شاء الله فهذا الفيديو خطي أخواتي عن طرف أكتر وأكتر عن أبرز التفاصيل التي لم تتغير مع مرور الوقت فما كياج عرائس القصر الملكي الذي لا يزال وفيا لتقاليد الأسرة العلوية رغم مرور السنوات وتغير العاذات فلا تزال الأسرة الملكية المغربية تحتفظ بتقاليدها وعاذاتها وهو ما يظهر جليا في الاحتفالات والمناسبات الرسمية وخصوصا في إطلالات زفاف الأميرات عروسات القصر الملكي دائما نرى فيهم البساطة والنعوم البعيد عن التكلف دون نسيان اللمسة المغربية التقليدية المتوارثة والتي هي عبارة عن نقاط شبيهة بالنجوم تزين بها خدود العروس فما شاء الله تبارك الرحمن كل أميرات القصر الملكي وكل عرائس القصر الملكي ما شاء الله يظهرن بإطلالة فاتنة وخالدة مشاهدي الأوفية نتمنى من كل قلبي إينا الإعجاب لكم هذا الفيديو أكيد ونتمنى نكون قربتكم أكثر وأكثر من أميرات القصر الملكي وهن عرائس بإطلالتهم الملكية ودائما لا ننسى التاج التي يزين جميع عروسات القصر الملكي فما شاء الله لاحظتوا ورجعتوا الفيديو وشفتوا كل أميرة وعندها التاج ديالها الخاص بها المرصع بالألماص والأحجار الكريمة يستاهلوا أميراتنا الزين والضرافة والأخلاق العالية والممتازة فعرائس القصر الملكي والأسرة المالكة وظلت محتفظة بتقاليدها وعاداتها رغم مرور السنين فجميع الاحتسالات والمناسبات الرسمية التي تظل فيها الأسرة متشبتة بطابعها المتميز وخصوصا إطلالت الأميرات في حفلات الزفاف اللي عرفها القصر الملكي واللي تقسمها مع الشعب المغربي ومن أبرز التفاصيل اللي ظلت راصخة مع مرور الوقت هو ماكياج عرائس الأميرات الذي لم يتغير كليا وظل وفيا لتقاليد الأسرة العلوية فتلاحظ فيهم البساطة والنعومة البعيدة عن التكلف واللمسة المغربية التقليدية المتوارثة واللي هي عبارة عن نقاط شبهة بالنجوم تزين بها خدود وجبهة العروس بالإضافة إلى القفطان الأبيض المخزني المتميز والرائع والأنيق مشاهدي الأوفيا انتمنى حلقة اليوم تنال الإعجاب للكم أكيد وما تنسوناش دائما من اللايكات ومن التعاليق بخصوص الموضوع فكان هاد لافيديو خاص عن عرائس القصر العلوي نهاية لافيديو في أمان الله